مبروك يا سعيد ياه.. أخيراً الحمد لله ساعدنا محجوب معلش تعال يا باشا نحن مالا يا حاجة عايش حاجة كده بسيطة يعني يا رجالة معلش بقى تعبت نفسك ليه؟ مبروك يا عايش تسلم إيدك يا عايش أنا مش مصدع نفس يا عايش أني قدرنا أننا ننتيم من الراجل ده بصراحة يا رجالة مكانش فيها حاجة تنفعتها حصل من غيركم وكل واحد فيكم عمل دوله مزبوط بصراحة المفاجأة الأكبر بقى يا عايش إننا قدرنا ندخل الراجل ده السجن الأهم من كده أياماً إن إحنا قدرنا ناخد حقنا من غير ما ننزل لمستواهم وعلعبهم القذرة أنا كل اللي كنت خايف منه إن إحنا سكة الانتقام يعني تاخدنا لسكة الدم لا الحمد لله بس عايشت لقى دماغه إيه؟ جهنمية حط خطة ولا حسن شحاتها في زمان إن كلنا حاتنا كان ممكن تضيق لو زيف تقاس دفض المكمل بس الحمد لله الحمد لله نهاية تمت على خير بس الأهم من كده إن محد الشك في عايش خالص أنا نفسي متأخذنيش يا صاحبي أنا كنت مخنوق منك وكنت مفكر يعني إنك بعت القضايا يا أخي ده راجل فترة اللي فاتت كان قاعد مش على بعضه وكان فاكر إنك بعت القضايا بجد وما بقاش فريق معاك حاجة غير إنك ترجع ابنك وبس لا سعيد أنا آسف يا عايشة ما لش سمحني ما كنتش أوسط بس صدقني أنا حس إن حمزة عايش طالما عايش يا صاحبي يبقى مصير الحقيقة لأك وبعدين يا أخي ده حتى اسمه حمزة عايش وبعدين يا عايش يعني إحنا كدنا في ضارك يعني ومش يهدان بلغن لما نرجح حمزة إن شاء الله الأمل الوحيد دلوقتي يا رجالة إن راجي يقدر يطلع بالحقيقة من أسم أي أحسن راجي مستيطر ويقدر يدوس على أسم جوه لحد ما يوصل لمكان حمزة دا حقيقة أسم خلاص بقى بطوله دلوقتي لا رجالة ولا خدم يقدروا يحموه ويوم ما ده يحصل إن شاء الله حمزة يرجع لحضنك تاين وربك اللي قادر يجمعنا التجمع دي ونصارنا إن شاء الله قادر إنه يرجع لك ابنك إن شاء الله يا رب اللي بسطني دلوقتي يا جماعة إن إحنا نقدر نسوي الهوائل ما تنسوش برضه رجالة إن الظروف كانت معنا وساعدتنا وقاسم له أعداء كتير هو دا اللي خليتهايه ومش عارف الضربة جاهله منه وكانت أول ضربة صحة جيله باللي عمله محجوب الصباح الفل الزكا محجوب جبت الفلوس جبت الفلوس بس على الله الحاجة تطلع تستاهل زي ما قولت تستاهل بس أشوفها الأول هنا؟ أيوة هنا ويرلق بسرعة قبل حد ما يشوفنا إنت عارف بجالة الصيوف وتشغل معنا وعملين زي العفريق امسك افتح بقى البلوتوس بلوتوس إيه؟ لما جددتش الباقة تبعتهم لي واطس واطس يا غشيب إنت عايز من ألا ألبس الليلة ولا إيه؟ وتوقع الفاس في الراس لا يا حبيبي أنا عبعط لك كل حاجة وأتعامل بقى معهم إنت براحتك ماشي يا سيدي ودي البلوتوس ورينا ما نشوف السيوف عنده شوحنا تبقى أوه هتوصل للميناء وهو هناك مشاغل موظفين من عنده وأنا صورتلك كل حاجة اكتمعاتهم في مرة من المرات إذا أنا كنت موجود فيها أي خدمة عامل أوبا اللي بتقوله دا لو بجد تبقى خدمتني خدمة العمر ايوة بجد ومنا طالبي من أبلك دا كقوله ليه؟ بص يا برينس كده كل حاجة أوصلتلك وأنت بقى فينه وفينه أراضيك أنا بقول لحد كده واتكل إنت على الله أنا عارفك أسمن لو دفعلك أكتر هتسواحني سلام يا صديقي سلام يا عم يا باشا يا باشا ألو الساعة الباشا سواحي الفول الآن غالي السور وصلت لحضرتك؟ هو إحنا كل اللي محتاجينه الموظف دا يتغير واحد تاني هو اللي يكشف على شحنة قسم السوفي عشان نقدر نثبت إن الشحنة فاسر مش هوص سيادة كباشا ربنا يخليك لنا يا صديق ربنا يخليك لنا يا رايز مع السلام يا رايز مع السلام يا آسم واللي جابه لنا سعيد من إيشان في النيابة كان مهم جدا وهو دا اللي خلنا سابقنهم بخطوة أنا مش هادر قفنا كتير طب خير هنا حاجة المهمة اللي طلبتني عشان ماجد بن آسم السوفي مالو مشاركة عادل في شحنة فراغ فازنة ايه؟ لا حاوله على القضاء إلا بالله يعني الودو أبوه صحيح نقدر الفاسد أدرح ايه؟ حنضل الشهادة لله الود ما يعرفش حاجة عادل وراته استغل إن مالوش خبرة ولسة جدد في السوق طب أنا بقى أعمل إيه بخبر زي دا؟ أنا عايزك تركز معايا وتسمعني كويس أنا أقنعت ماجد إن يدس البضاعة دي في مخازن أبوه على أساس يبعد الشبه عنه وإن أبوه ليه صرفة فيها وكده وغير كده بقى البضاعة دي دخل البلد بتوكير رسمي من آسم نفسه يعني البضاعة في مخازنه وبإسمه قيمتك عشان يعني لو البضاعة تناسكت تبقى في مخازن آسم والمسؤول عنها الله ينور عليك يا حلم كده أنا سلمتك آسم لوزة مقشرة أماكن المخازن هدلك عليها هتعرف تخلص ولا هتخاف أنا عمري ما خفت عشان بيه أنا في إزة آسم السيوفي مكان آسم السيوفي بجبروته وأنا الوحيد اللي وقفته قدامه في الوقت اللي كانت كل بيخاف ينطق اسمه بطل انت بطل يا سعيد المهم بقى أنك تفضل بطل للنهاية خلاص؟ كلكم بيتأبطال الحكاية وأنا الوحيد اللي مبقاش ليه لازمة لا إزاي إزاي ما لاجش لازمة ده اللي انت عملته كان أهم حاجة حصرت في الخطة كلها فضل عيش إسلمان دي الفلاش اللي عليها كل حاجة تمام أمير وتمر نايمين؟ ياتطمن في سابع نومة كويس أنا عايزه مفضلهم بسدقين أنا شيلت موضوع السيوفي ده من دماغي مش عاوزهم مش يقولوا بالهم بحاجة مش هتفيدهم بالعكس ممكن تهزوهم أكتر الموضوع ده مديني جداً كل يوم بشوف في عينه أمير حزنه على صابر بشوف في عينه العجز اللي مش قادرين نعمل حاجة بس تخوية وعمري مطوع عن إحساسه عليش بكرا لما ننجح هتشوف فرحة في عينه وهو تمر اللي هتعوضك وتعوضه عن كل آيام الوجع دي مهم انت شفت الفلاشة؟ شفت كل اللي عليها في حاجات فيهمتها وحاجات ما فيهمتهاش مش مشكلة أنا عندي اللي يفهمها هدفع نص عمري واشوف اليوم ده محدش هيدفع من عمره حاجتاني بالعكس احنا هنعوض اللي راح من عمرنا المهم اللي بيني وبينك ده يفضل سير محدش هعرف عنه حاجة انا عارف انك راجل وجدع وتقدر تصوم اكيد يا عيش توكلنا على الله توكلنا على الله انا عايزكم بقى اتفض دماغكم خالص كده وتركزوا معي عشان اجايب لكم فكرة جهنمية فكرة ايه ما تقول؟ بص يا عيش انت هتروح لقاسم السجن وهترميلي الطعم انك معاك مستندات مهمة جدا في القضية دي حيل وبعد ايه؟ هيبلع الطعم وهيسيب ابنك في اللحظة دي وبعدين هو يستفدي من خاطفه يعني ايه ايه الموضوع مش بالسهولة دي قاسم ده ممكن يودينا البحر ويرجعنا عطشانين حتى لو كان في السجن اللي بيقوله صح يا عيش دلوقتي انسب وقت عشان تقدر تضغط على قاسم وانت اللي بتقول الكلام ده برضو يا سعيد ده انت اكتر واحد عارف اسم لو عارف ان احنا محتاجين حاجة هيستغلها ويضغط علينا ويشتري ويبيع فينا وانا مش عايش تدول فرصة بصراحة خلاص عايش براحتك يا عاني ايه كانت مجرد فكرة مش اكتر مش مش رباك بيرس بتسدى انت اه فكرة طلعت وحشة وحشة بس اعيد كمل